انطلقت بدار التقافة شباني محمد بمدينة أدرار انطلقت فعاليات الطبع العاشرة للصالون الوطني للكتاب والتي شاركت فيه عديد المكتبات ودور النشر القادمة من مختلف مناطق وولاية الوطن فيما شهدت أجنحة هذا الصالون توافدا وإقبالا معتبرا للمواطنين خاصة منهم الطلبة التطيالي اليمين بالعلمي انطلاق المعرض أو الصالون الوطني للكتاب اللي هو تحت إشرف سيدوى لولاية أدرار الصالون هذا من تنظيم جواف أكسبو الصالون هذا يحتوي على أكثر من ستلاف كتاب عنوان ستلاف عنوان وكذلك أكثر من حمسة عشر دار نشر غاية في الإيجادة وكذلك في اقتناء العناوين فهناك عناوين مختلفة تنفع الطالب والمتمدرس حول الفكر وحول الشباب وحول الفقه المالكي خاصة وغيره من الكتب المفيدة فالعلم نمجده ونفضله ونسعد جدا 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 بتواجد هذه المعارض على مستويلة أدرار وكما رأيكم تشوفوا كتب متنوعة في مختصصات متنوعة ودور نشر كبيرة جدا ومعروفة متواجدة معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظل يوم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله شاب نسأ في طاعة الله سبحانه وتعالى والآن نرى الشباب في خضم العصر الذي نحن فيه نرى العزوف الشباب عن الصلاوات الخمس في أوقاتها وعزوفهم كذلك عن طلاع في المكاتب وكذلك نرى العزوف حتى عن زيارة المشايخ صلى الله تبارك وتعالى عفو العافية